سيد عبدالحفيز سيد عبدالحفيز شغل الرأي العام في الفترة الاخيرة بالتصريحات بعض الناس قالت الصدر من بوق سيد عبدالحفيز ينزل اهلي درجة تانية ويشتب سيد عبدالحفيز وجهات جريشة على اعتبار انه اعترف ان فيه علاقات شخصية بينه وبين الحكام وبيكلمه قبله وبعد المباريات فجأة تحت كرة القدم اقنع ميت مليون مصري ان سيد عبدالحفيز ما قالش الكلام ده وان الكلام ده بيش موجوده احنا سمعينه صوت وصورة وطبعا ده بيؤكد لنا الكرة المصرية ماشي ازاي وبمين عز عبدالرد هقول لك العام اه الرأي العام صار بناء على اه رأي يعني اللي ارىه في موقع في الجول اللي هو كان نصا ان سيد عبدالحفيز بقول انا لغيت الرقم تليفون جهات جريشة من عندي لانه كان بيتصل علي وبيعتذر لي بعد كل اه مباراة المعنى ده ما كانش متحق في الفيديو اللي تزيع وانا الفيديو معانا على فكرة بيكلموني في الاعداد هيجيب الفيديو حاليا نسمعه بقى بقى لا ما قالش ما قالش نفس الكلام ده بس نفس الكلام بس هنا بس لا يا ريت لا يا ريت لو عندك يا عمر بس انا سمعت الفيديو مش موجود به نفس المعنى ده مش نفس المعنى طب نسمع جزء منه وبيقولك عنده جزء منه وممكن نسمعه ونتأكد من الكلام يا ريت يا عمر انا مش افتهاش هو الرجل مش مقتنع انها ضرب الجزاء كابتن جهاج جريشا انت اقتنعت ازاي انها ضرب الجزاء كابتن جهاج جريشا في مرة بيرامدز برضو ما احظه بقى يعني يعني انا هلغى حتى تليفونه من عندي وهقول مسلا يعني اعتذار كل ما يغلط عندنا غلطة يطلع يعتذر لنا يعني في مرة بيرامدز اللي كانت موجودة ولي ضرب الجزاء بيطة محمد شريف وطاري المجد على الفار برضو قعد على الفار قال لك ده ده التحام في الهوى. يعني يعني برضو مش ده ده مش مبرر اللي حصل معنا النهاردة. احنا وحشين بالفم المليان. ده كرة حسين السي اه حسين الشحات. انا مش افتهاش. هو الراجل مش مقتني يعني. انها ضرب الجزاء. كابتن جهات جريشة انت اقتنعت ازاي انها ضرب الجزاء. كابتن جهات جريشة في ممارات بيرامز برضو. خلينا نمشي. ده اللي بقول لك. خلينا نمشي. طيب. يعني خلينا بس يعني اكمل وجهة نظر. طيب. وخلينا نمشي ورى اه يعني ايه اللي بيقوله سادة بحفيز. يعني انا هاخد من كلام سادة بحفيز وانا مش ضد سادة بحفيز ولا ضد. طيب. هو بيقول بيطلع يعتذر لنا. وقال وبرر الكلام دوت انه بيطلع يعتذر لنا انه اكثر من موقف طلع في وسائل الاعلام اعتذر عن اخطاء ارتكابة في مورات الزمالك. انه هو اعظم. انه في مورات الاهلي او مورات الزمالك. فقال انه طلع مش عارف في توقيت ايه في مداخلة تليفونية. وقال انا اخطأت مش عارف في ايه. وطلع برضو مرة من المرات في تلفزيون. وقال برضو ان اخطأت مش عارف في ايه. طيب. فده تفسير كابت سادة بحفيز للجملة اللي هو قال. انا سدق. يعني انا مضطر ان انا. وانا سدق معنا. خلاص. مش. انما خلينا برضو نلغي الفكرة اللي كتبت في موقع في الجول. بدليل ان موقع في الجول نفسه اعتذر عن كتابة الحرفية. كتابة الحرفية للتصريح. ولكن. الفيديو كله بيدين سادة الحفيز. يعني اعز اقف عند حتة الاعتذار. هو كان بيترجم. لا هو في حاجة. ترجي تكلم عربي يعني. لا لا. وصل لك على حاجة. انت برضو بتقطعني. يعني انا عايز اكمل وجهة نظر. اه. اه. يعني انا هجيلك في حاجتين. هجيلك في حاجتين. هنفترض. وانا بقولك انا ماشي وورا كتابة سادة عبدالحفيز. انه هو ما يقصدش ان جهات جريشا. اه. بيكلمه بعد كل مباراة. علشان يعتذر له. والتالي هو هيقفل. اه. هيلغي الخط بتاعه. الكلام اللي قاله سيد عبدالحفيز. نفسه. على التحكيم. سواء جهات جريشا. او الصباحي. او 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 كده. اقول ان هو يذكر الزمالك. ان هو يشكك في التحكيم. ان هو يتهكم على الحكام المصريين. ان هم اللي هو بيشكك فيه التحكيم المصري. ده كلام المفروض يتعاقب عليه بشدة. لان دي ما كانتش سابقة الاولى سادة عبدالحفيز. ان هو يتناول بالسلب التحكيم المصري. ومن المفترض ان في اوروبا والدول المتقدمة. اللي بيعمل حاجة. ان هو بيمتقد بس مجرد الحكم او اي منظومة في التحكيم. بيتعاقب. احنا شفنا ال 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 كونتي اعتقد في المدرب انتر بيلان. اتعاقب مؤخرا. عشان بس اتكلم على التحكيم. كوما في برشلونة اتوقف مطشين. مطشين. علشان بس راح اتكلم بشكل غير لائق مع الحكم الرابع. طيب انت كابتن سادة عبدالحفيز قبل كده اتعاقبت عشان التحكيم. وخدت لفت نظر. وخدت مش عارف انذرات. وخدت معرفش ايه كزا مرة. عشان التحكيم. القصة نفسها مش في المعنى ان هو بيقول يعني برضو الناس بسكت في الجملة. وقعد اه 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 او لا يعني قال كده او ما قالش كده. المعنى كله ان الكابتن سادة عبدالحفيز بيتكلم فيما لا يعنيه. بيتحدث عن فريق اخر هو الفريق المنافس اللي هو نادي الزمالك. بيتهكم على الحكام. بيشكك فيه التحكيم. ده كان يستدعي عقوبة قاسية من اتحاد الكورة او لجنة المسابقات او اي لجنة من اللجان في اتحاد الكورة ضد الكابتن سادة عبدالحفيز لانه تناول الحكام بالسلب. لانه بيشوي صورة الحكام المصريين. انا زي ما قلت لك انا ليا الواقع اللي قدامي. موقع في الجول اعتذر عن معنى معين كتبه. هو ده اللي اثار اللغة. بس انا مش عايز اتكلم على المعنى ده. انا ماشي ان الكلام ده متقلش. بس تتكلم على دايما الموقف اللغة صادة عبدالحفيز تجاه الحكيم. شوف الفيديو كله بتنتقد التحكيم بشكل مش مش كويس. وبتعد مرة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة. هتعمل انت عايزه. طيب او يا رب.